بالرغم من أننا أكبر البنوك الحائزة على الجوائز في المنطقة فإننا لم نكتفي بذلك يو أم بي معا إلى الأمام اليوم اجتمع جميع عمومية غير عادية لتنفيذ متطلبات البنك المركزي لشركات الاستثمار الذي ينص على الفصل بين التمويل والاستثمار وهذا الفصل يؤدي إلى أحادية الرقابة مثل ما تعرف أنه الآن شركات الاستثمار أصبحت حاضعة لجهتين رقابتين البنك المركزي وهيئة سوق المال يعني الآن جهتين رقابيتين حتى اليوم حتى اليوم شركات الاستثمار بعد إنشاء هيئة سوق المال وقانون هيئة سوق المال أصبحت شركات الاستثمار تحت رقابة مؤسستين البنك المركزي وهيئة سوق المال كان في عندنا خيار بناء على طلب البنك المركزي أنه لا يحتاج أن يقوم بالتمويل يستطيع أن يكون تحت رقابة هيئة سوق المال فقط فنخترنا كشركة بيان الاستثمار أن نكون تحت رقابة هيئة سوق المال فقط لأن التمويل غير متوفر في وقت الحاضر نتيجة الأزمة المالية العالمية على أقل بفاصلات الماضية فنوفر كثير من الوقت والجهد في أحادية الرقابة فأصبحنا الآن أو المفترض من اليوم وطالع شركة بيان الاستثمار خاضعة فقط لهئة سوق المال وبالتالي الاستثمار فقط وليس في جانب التمويل ولكن مع احتفاظكم بحقكم أيضا في العودة مرة أخرى إلى جانب التمويل أم أنه قرار نهائي لا قرارات البنك المركزي اللي نظمت هذه العملية تعطي الحق للشركة أن تعود للتمويل متى مرأة ذلك من خلال بعض الإجراءات المتبعة فإذا نحن اخترنا أن نوقف التمويل في وقت الحاضر إلى أجل مسمى إن شاء الله عندما تعود الأمور إلى وضع اقتصادي قوي ويصبح التمويل متوفر لنا الحق أن نعود إلى التمويل هي التسواق المال في هذه الأوينة بعد عوداتها مرة أخرى يعني هناك توقعات بأن تكون شركات الاستثمار التي على لائحة الانتظار لمدة ستة أشهر موقوفة داخل سوق الكويت ممكن أن تشتب وأيضا هناك لائحة أخرى لمن خسروا أكثر من 75% من رأس مالهم هل تعتقد أنه مثل هذه القرارات بالفعل قد تؤثر بشكل كبير على القطاع الاستثمار في الكويت بشكل عام؟ يعني شوفوا أنا أعتقد القانون لابد من تطبيقه ونحن لازم نحترم القوانين ونطبق قوانين لكن من هذا المنبر لازم أقول أن الحكومة الحقيقة تأخرت كثيرا في علاج الأوضاع الاقتصادية المحلية التي أدت إلى مزيد من التعثر في كثير من الشركات الاستثمارية في الكويت كثير من الشركات بشكل عام وكان ممكن إنقاذ كثير من الشركات من هذه التعثرات خاصة أن كثير منها تعثر نتيجة منخفاض حاد في أسعار الأصول أكثر من اللازم لدرجة أن وصلت بعض الأصول إلى نص قيمتها الدفترية وربع قيمتها الدفترية وأقل دول العالم كلها تدخلت أو معظمها تدخل اقترضت هذه الدول وأصدرت سندات من أجل أن تعيد الدور الاقتصادية في داخل دولها الكويت عندها فوائض مالية ضخمة ولم تصرف حتى الآن فلس واحد لعلاج الأوضاع المالية ولمساعد هذه الشركات من التعثر قد تكون هناك في شركات أخطأت في دارتها لكنها جلما لا يخطئ الواجب الدولة إذا أرادها تدعم القطاع الخاص وتجعلها وعاء لإستيعاب العمالة الوطنية اللي قاعد تزيد أعدادها بشكل كبير واللي متكدس كثير أعداد ضخم جدا منها ما يزيد عن 92% منها بالقطاعات الحكومية علشان القطاع الخاصية يستوعب مزيد من العمالة الوطنية لابد من دعمه وبدون الدعم اللي عملت كل دول العالم يعني ما هو شي جديد معظم دول العالم دخلت في دعم هذه الشركات ومحاولة إعادة إحياءها لأن ترك الشركات تتعثر وبالتالي يعني تفلس أو شيء من هالنوع هذا مضر للإقتصاد إلا إذا كانت في حرات استثنائية تماما أما الشركات اللي ممكن إنقاذها وممكن دعمها نعطيها فرصة يعني دول العالم سوت أشياء بسيطة مثلا أول شيء تخبيضها سعار الفائدة الكويت ليش 2.5% بينما دول العالم كلها 0.5% أو أقل ما تزيد عن واحد في أقصى حالاتها كثير من دول العالم أجلت وجدولت الديون على الشركات هذه بدون تكاليف إضافية على المال العام فقط تعد خمس سنوات سماح لعادة جدولة هذه الديون حتى تتعدل الأمور وتحسن الأسعار وتستطيع هذه الشركات أن تفي بديونها وتدفع للقطاع المنصرفي وللآخرين أنا ضد أن نتخذ إجراءات في قفال هذه الشركات وفلاسة إلا بالحالة الإضطرارية وخاصة أن قانون الإفلاس بالكويت قانون معقد جداً ولم يحدث أخيراً ونحتاج إلى أحنا شيء مثل شابتر 11 اللي يعطي فرصة للشركات المتعثرة أن تعيد أو ضعها مع توقف الدائمين عن أخذ أموالهم أو تخفيض هذه الديون عليها على هذه الشركات حتى تستطيع من مزاورة عملها أما أن هذه الشركات ما تهمنا وخلنا نسكرها وخلنا تفلز والآخرين هذا الحقيقة نظرة غير بناءة للوضع التصادي بالكويت